السلام عليكم مرحبا بكم اه على قناة اه الحميدي اه اذا من خلال هاد الحلقة غد ننظر لكم على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا اه انتم مغا تعرفوا علاش انه مهم جدا اهلا وهو سلم التنقيط لان عداد فيكم كيمشي اركز على اه اه بعض يعني الاسئلة اللي ما كتكونش فيها النقط يعني اه مزيانة او لا كتكون فيها النقط طلعة اذا فبالتالي اه يعني كيكون اه الشغال ديالك فهو يعني الشغال عشوائي اذا من خلال الحلقة كما قلت لكم غادي تعرفوا اه تنقيط ديال الاسئلة اللي كتبتعتكم اه في الامتحان يعني وغادي نركز يعني في هاد الحلقة تحديدا على النص اه التطبيقي. نظر على النص الطبيقة دي نركز فقط يعني على الشعر. هي النموذج سؤال الدات كسيلبينيا وتشديد الرؤية. اذا دائما سؤال اول كتلقه على الشكل التالي. تقطير النص ضمن صياقه الثقافي والادبي. وسياغة فرد ديال قراءته. الله يرحم لكم الوليدين. تبقوا تركزوا معي ومني كون كون كن هضر لي. انني كنلقشي كومونتيرات اللي لا علاقة بدك شي اللي كنقول انا يا. او اللي يعني ما 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 كتلقهش يعني مكمل الفيديو حتى للاخر. فبالتالي يعني كي كومونتير شي تعالق اللي شي تعالق يعني اللي انا ما اطرقت ليهاش قاع في الفيديو ديالي. اذا هاد سؤال هادا اللي كيكون يعني سؤال اول كتكون عليه نقطة ونص اه اه في يعني اه في سياقه تقرنز من سياقه ثقافيه العدبي. كتكون عليها نقطة ونص وصياغة فرادية لقراءته. كتكون عليه نص نقطة. هذا في حالة ما اكلوا لكم? وصياغة فرادية لقراءته. اما الى ما اكلوا لكش. اه شياغة فرادية لقراءته فقط يعني قلو لكم غير تقطير صيد من سياقه ثقافيه العدبي. فكتكون عليه. جوج ديال نقط يعني جوج ديال النقاط. على المقدمة. بمعنى اخر ماMy طريقة اه نقطه هي مزينة. الى قارنة يعني اه بالنص ككل. كتكون عليها 14 النقطة. سؤال ثاني تلخيص مدامين النص؟ او يعني او ممكن يقول لك فساد السؤال هذا تلخيص مدامين النص ويحبسه او لا بامكانهم يقول لك تكثيف المعاني الواردة في النص نفس الشيء نفس الشيء الاخوان اللي كتكون عليه جوج ديال النقاط. سؤال الموالي وهو تحديد الحقول الدلالية المهيمين في النص والمعجم المرتبط بها وابراز العلاقة. يعني العلاقة القائمة ما بين جوج ديال الحقول اللي انت غادي تسخرج. كتكون عليها ثلاثة ديال النقاط. بمعنى اخر. يلا قص منها غادي يلقاوا نقطة ونص على المعجم الاول. ونقطة ونص على اه 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 اعفان للحقل اسمح الحقل الاول. ونقطة ونص على الحقل التاني. اللي هو المجموع ثلاثة ديال النقاط. سؤال الموالي وهو رصد الخصائص الفنية للنصي. بالتركيز على البنية الايقاعية والصور الشعرية مع تحديد وظائفها. اذا هنا كيفاش غايت كيفاش غايت تكون عنيها ثلاثة نقاط موزعة. ما بين هذه سؤالة. كتكون يعني اه 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 اني هنا يا البنية الايقاعية والوظيفة ديالها كتكون عليها نقطة ونص. والصور الشعرية والوظيفة ديالها كتكون يعني نقطة ونص. اما سؤال الموالي اللي هو كيكون تركيب خلاصة تبين فيها مدى تمثيل النص لنموذج تكسير البنية في الشعر العربي الحديد. هذا السؤال اه الاخوان لانه لحسب يعني لحسب لا طبيعة النص. بإمكان انهم يقول لك اني تركيب خلاصة تبين فيها مدى تمثيل النص لنموذج مثلا اه ما نخدموه فيه. بإمكانهم انهم يقول لنا مثلا صيغة خلاصة تركيبية لنتائج تحليل. لبيان مدى تمثيل النص لتجربة سؤال الذات. لحسب. لحسب طبيعة ديال سؤال. شوفوا معي تنقطة اللي كتكون عليها ربعا ديال النقاط. ربعا ديال النقاط اللي الغلبية فيكم انتم ما شنو كيدير. ما كيمشيش يخدم هاد الخلاصة وما كيعطيهاش يعني الوقت الكافي ديالها. اذا الاخوان رجاء رجاء هنتم كما كتشوفوا معي سلم ديال التنقط اللي شوفوا معي الخاتمة اللي هو التركيب اللي كتكون عليها ربعا ديال النقاط. اذا دا بغد نجين يعني نعطيكم شنو هو ممتلا كيفاش ممكن اننا نجيبه هاد النقاط هدي. واللي على الاقل ما ننزلوش ما ننزلوش على واحد اه 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 اطناعشر نقطة اه نجيبها وسهلة يعني اه في النص الطبيقي. شوفوا معي هاد المقدمة اللي هو تقدر النص عليه جوج النقاط. جوج النقاط هدي سهلة بشكل كبير. باش نجيبها. اه 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 يعني نكونوا يعني اه حافظين المقدمة ديالها. كما قلت لكم سهلة باش نجيبها جوج النقاط هدي. اه ثم تلخص مدامين النص فقط يعني نقرأوا النص قراءة متأنية ونستخرجوا المدامين دياله. يعني سهل الجيدة باش نجيبها جوج النقاط فيك. ثم تهديد الحقول دليل مهمين في النص. الحق المعجمي. اه اه شوفوا معي ثلاثة ديال النقاط. ثلاثة ديال النقاط تهياء. يعني اه حقيقة يعني مسألة عطيها لكم وصفي. يعني ثلاثة ديال النقاط بحلها دوها لكم وصفي. ثم مرس الخصائل الفنياء. هنا اللي ممكن انكم يعني اه البنية الاقاعيات تخرجوا هنا شوية ربما كيكون في التحليل كيكون يعني شوية طويل. لكن الى تبطون توم يعني هد المسائل هادو. و هز니 اغلبيلات الاقاعية حدي الاقاع الخارجي والاقاع الداخلي والعناصر اللي كتكوضن في الاقاع الداخلي والعناصر اللي كتكوضن في الاقاع الخارجي. ثم احدتتيradeايزا صور الشعريا. استخدتي مسلا تشبيهه الاستعارة اه الكناية. وعدتهي الوظيفة ديالها. فهد نصف عندك ثلاثة دون نقاط هدي. يعني اه لا غبار عليها. ثم يعني عفتي كيفاش يعني تحدد الروابط ما بين يعني هاد الفقرات فكون اكيد على انك ما قد لك انك غتجيب على الاقل واحد اه تناعش اه تناعش يعني ما ما تنزلش عليها. اذا اخوتي اعتقد بانا اه هاد سولة متنقية مهم جدا مهم جدا انكم تعرفوه لانك انت كتخدم السؤال وكتعرف اني كتخدم السؤال ديالك وانت عارف بان ما تنارى هدك هدك سؤال عليه جد النقاط هل على شو نركز هل لي ما خستني شو نركز عليه اه فهمتي هل لي يعني خستني اعطيها الوقت الكافي ديالها لانك تكون عليها نسبة ديال يعني اه نسبة تنقية طالعة هل مسائل كلها ما تغفلوش عليها لانه مهمة ومهمة جدا لكم. وفي الاخير هذا لا يعني على انكم اه ما تخدم مديش المقدمة وتمشي تخدم العناصر الاخرى لانه في الاخير مطلب منك هو انك تكتب واحد الانشاء اللي هو متكامل ومنسجي.